بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين مرحبا بكم أخواني المشاهدين و أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين و الذي أسأل الله سبحانه و تعالى أن يرزقنا و إياكم في هذا البرنامج العلم الناثع و العمل الصالح و أسأل الله سبحانه و تعالى و سبق الكلام في حلقات ماضية حول أهمية الفقه في الدين و أن الإنسان لا يمكن له أن يصحح عبادته و معاملته و بيعه و شراءه و صلاته و صيامه و حجه لا يمكن أن يصحح هذه العبادات و المعاملات إلا بأن يكون عنده العلم الشرعي الذي يستطيع به أن يعرف حكم الله عز و جل إخواني و أخواتي لا شك أن من أكثر الأمور التي فشت بين الناس و انتشرت قضية الكثرة أو الإكثار من الحلف و تجد بعض الناس اليوم في المجالس يجلس فيحلف عشرات المرات و ربما يحلف بصيغ مختلفة منها المحرم و منها المباح و قد يحلف بعض الناس بكثرة دون أن يكون محتاجا إلى الحلف أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلف مرارا و أحصي عدد أيمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد الذي حلف به فبلغ قرابة ثمانين يمين طوال حياته التي عاشها لم يحلف صلى الله عليه وسلم أكثر من ثمانين مرة أولا يجب أن نعلم أن المسلم مطالب بحفظ يمينه الله عز وجل يقول و احفظوا أيمانكم و احفظوا أيمانكم و من حفظ اليمين هو عدم الاكثار من الحلف لغير حاجة و هذا لا شك أنه يدل على تعظيم الله عز وجل في قلب ذلك الإنسان فالله سبحانه وتعالى شأنه عظيم و إجراء لفظ الجلالة على لسان الإنسان ليس بالأمر السهل بل لابد على الإنسان أن لا يحلف إلا في الوقت الذي يحتاج فيه للحلف و أن لا يستكثر من هذا اليمين لأن هذا ينافي معنى قول الله عز وجل و احفظوا أيمانكم و يقول الله سبحانه وتعالى و لا تجعل الله عرضة لأيمانكم معنى ذلك أن لا تجعل القسم دائما على لسانك إنما يجب عليك أنك تحلف في الوقت الذي تحتاج إليه و ليس دائما في المجالس و في الحديث و الحوار و في الدواوين تجد بعض الناس لا يكاد يفتر لسانه من قضية الحلف المستمر نريد أن نتكلم في هذه الحلقة عن بعض الأحكام المتعلقة بالأيمان لأنها من الأهمية بما كان اليمين يسمى يمين و يسمى حلف و يسمى قسم و يسمى عهد كل هذه من أسماء الأيمان و هذه الأيمان تنقسم كما قال أهل العلم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول و هو يمين اللغو و يمين اللغو معناه أن يجري لفظ الجلالة أو الحلف على لسان الإنسان دون قصد مثل بعض الناس اليوم نقولها تعال حياك تعش عندنا قال لا والله اسمح لي لا والله شبعان تفضل زورنا لا والله مشغول شوفوا كلمة والله والله هذه المتكررة هذه تعتبر من اللغو الذي يُعذر فيه الإنسان و لا يترتب عليه شيء لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم و أيضا من معاني اللغو أن يحلف الإنسان على شيء في الماضي يظن أنه صادق فيه مثال لو سألتك مثلا قلتلك بكم اشتريت هذه السيارة فتقول لي والله اشتريتها بثلاثة آلاف و أنت لم تكن تقصد الكذب لكنك تظن أنك شريتها بهذا المبلغ فلما رجعت إلى الفواتير أو إلى الوصولات أو إلى عقد البيع وجدت أنك أنك اشتريت السيارة مثلا بألفين أو ألفين و خمسمائة و لم تكن تقصد هنا الكذب لكنك ظننت أن هذا هو الرقم الصحيح الذي اشتريت فيه السيارة هذا أيضا يدخل في اللغو الذي يعذر فيه الإنسان و لا يؤاخذ عودة أخواني و أخواتي إلى ما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل و كان الحديث حول أحكام الأيمان و تكلمت عن أنواع الأيمان و بدأت بالنوع الأول و هو الكلام عن يمين اللغو من أنواع الأيمان اليمين الغموس و سميت اليمين الغموس قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم و قيل أنها تغمس صاحبها في نار جهنم يا ذنب الله لأن هذه اليمين من كبائل الذنوب و النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه اليمين و أخبر بخطورة ذات الإنسان الذي حلف بالله عز وجل و هو كاذب اليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا و يزيد الأمر سوءا إذا كان يحلف لأجل أن يأخذ حق مسلم أو يقتطع ماله أو يظلمه أو يتعدى على حقوقه كل هذا داخل في اليمين الغموس النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم و ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي فقط يريد أن يروج السلعة فحتى لو كان على حسابا يكذب و يحلف بالله عز وجل كاذبا يقول لك والله العظيم اشتريت هذه السلعة بكذا هو كاذب فيما يقول هذا لا شك أنه آثم و فعله من كبائل الذنوب و هذه اليمين من خطورتها أن الله لم يجعل فيها كفارة فالكفارة أصلا شرعت لأجل أن تمحوا الذنب و تغطيه بينما في اليمين الغموس لا يوجد كفارة كفارتها فقط شيء واحد و هو أن يتوب إلى الله عز وجل و يندم و يتحسر و يعزم على أن لا يعود و أن يراجع نفسه و أن يستكثر من الحسنات الماحية و أن يتجنب هذه اليمين هذا كله مما يكفر هذا الذنب إذا تقبله الله عز وجل و يزيد الأمر سوءا إذا كان هذه اليمين أيضا فيها ظلم للآخرين كاقتطاع أموالهم النبي سلم أخبر بأن من اقتطع شبرا من مسلم يعني بالحلف الكاذب قال طوقه الله بسبعة أراضين يوم القيامة نسر العافية إشارة إلى عظم هذا الأمر العظيم و الخطير أيضا هناك اليمين الثالثة و هي تسمى اليمين المنعقدة و هي التي جرت فيها أحكام الأيمان و هذه اليمين تسمى المنعقدة هي اليمين على شيء في المستقبل مثل والله لا أكل اللحم والله لا أدخل بيت فلان والله لا أسافر للبلد الفلاني ثم هذا الإنسان نقول إما أن يلتزم بهذا اليمين إذا كان ليس عليه فيه ضرر وهذا من حفظ اليمين أنك لا تحنث فيه يعني لا ترجع فيه إذا كان الأمر لا يشق عليك و إما إذا كان الأمر فيه مشقة في الاستمرار على ما حلفت عليه فإنك تكفر كفارة يمين و سنتكلم عنها بشيء من التفصيل فتكفر كفارة يمين و يسمى هذا حنث و هذه الكفارة هي التي تمحو هذا الذنب أي ذنب الرجوع في تلك الأيمان و الله لا أكل اللحم ثم عاد فأكل و الله لا أدخل بيت فلان ثم دخل و الله لا أسافر للبيت فلاني ثم سافر فهذه المعاني إذا حنث فيها الإنسان رجع فيها فإنه بعد ذلك هذا الإنسان نقول عليك كفارة يمين وهي التي جاءت في قول الله عز وجل لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه على سبيل التخيير فالإنسان مخير بين أن يكسو عشر مساكين أو يطعم عشر مساكين أو يحرر رقبة هذه الثلاث هي بمثابة الاختيار إذا عجز عنها انتقل بعد ذلك إلى الصيام و ليس كما يفهم بعض الناس إذا أراد أن يرجع في يمينه يقول والله أصوم ثلاث يام مباشرة ولا يذكر كفارة الإطعام ولا الكسوة هذا غير صحيح فالواجب أن الإنسان يبدأ بالكفارة كما رتب الله سبحانه وتعالى و ليس بأن يبدأ بالصيام كما يتصور هذا الإنسان مع هذا نقول أن الإنسان أيضا مطالب بعدم الأكثر من اليمين و مطالب بحفظ لسانه من هذه الأيمان و مطالب كذلك بتعظيم الله عز وجل لأن من تعظيم الله تبارك وتعالى ألا تكثر من هذه الأيمان ولا من هذا الحلف لماذا؟ لما لهذا الحلف من عدم تعظيم الله عز وجل و عدم تقديره سبحانه وتعالى حق قدره سيكون لنا حديث بإذن الله عز وجل حول أحكام الأيمان ألقاكم بعد حلقة أخرى في حلقة أخرى جديدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع و العمل الصالح و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر